جميل 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 طيب هقولكو على حاجة اول حاجة هي عقرب الحالة المادية عندنا بتتطور ببطء يعني بموت فيكو كلوكو والله بتتطور ببطء يعني ايه يعني شوية شوية في المصروف نبتدي نصرف في الحاجات اللي لها لازمة والحاجات اللي جابت اجلنا دي بالراحة نصرف الحاجات اللي احنا محتاجينها فقط فقط الحالة المادية بتتطور ببطء الشهر دي يا جماعة نركز انا شايفة قدامي عمل جديد للعقرب الناس اللي مبتشتغلش او مستميه شغل بإذن الله في شغل جيد جاي الناس اللي بتشتغل قردي حاضر يا حسين هرد على سؤالك حاضر اه بتدقى الناس اللي بتشتغل قردي ممكن يكون عندها تغيير في الشغل يعني هيروحوا شغل جديد هياخدوا معين في عندهم حركة بتحصل في الشغل او هياخدوا حتى دورة تدريبية في حاجة عندهم حركة بتحصل في مجال العمل كويس اوي اوي في عندي كمان ورق حكومي جوست اه جوستس جوستس لو هو مش ورق ورق حكومي زي مثلا ورق جمعة ورق مدرسة ورق قرد ورق قضية اي حاجة تخص الحكومة فهو ممكن يكون العقرب اساء الحكم على شخص معين اساء الحكم انا تظهر لي بعديه على طول حكم نهائي اوكي واطلق حكم نهائي يا رب ما يكون العقرب اطلق حكم نهائي في ظلم او في خطأ راجع نفسك يا عقرب المرحلة اللي انت عمال تحكم فيها وتطلق فيها احكام دي انك انت تطلق احكام صحيحة صفي زهنك وقيم الامور وحط نفسك في مكان الشخص التاني قبل ما تطلق اي احكام نهائي ده كمان ممكن يكون معناه ممكن يكون معناه معافاة العقرب اللي كانوا عندهم اي بعد الشر ربنا يعافي الكل اي امراض جسدية او نفسية او اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بيصحوا وبيصحوا وبيفوقوا والدنيا عندهم ان شاء الله بتتحرك كده الحمد لله في معافاة من مرض في عندي كمان في اكتمال دائرة اللي شغالين على حالة دلوقتي يا جماعة اللي شغالين على اللي داخلين من الشريع اللي بيعملوا اي حاجة عندهم اكتمال دائرة نجاح في كل حاجة ان شاء الله نكحين وبصوا بقى النتيجة بتاعتها مغامرة حاسس ان هو مغامرة وثقته في نفسه عالية جدا ومتفائل والدنيا عنده كويسة جدا وزي ما انتو شايفين كارت اصفر والشمس طلعة تجنن تجنن بس هقرب خلي بالك انت متهور شوية عندك شوية اندفاع خلي بالك لان زي ما انتم شايفين هنا الارض خلصت وهو مكمل خلي بالك من خطوتك شايفة قدامي عمل حاجة انت بازلت فيها مجهود كتير 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 وما كنتش بتلاقي مردود او تلاقي مكافأة او تلاقي حاجة مردود يعني المردود ان شاء الله او حيبان دلوقتي حيبان معلك دلوقتي يا عرب حاجة اشتغلت عليها كتير او زي ما احنا اعتعودنا من الكارت ده عملت خير في حد ساعدت حد اه وقفت جنب حد بيتردلك دلوقتي شايفة قدامي صبر وانتظار مستني شيء الحالة العطفية عندك مش باينة خالص في الاراية الجنرل ولا كوباية ولا كوباية هل ده معناه ان حالتك العطفية المستقرة للدرجات دي عقرب اه مش عاربة بس انا شايفة صبر وانتظار حنشوف دلوقتي في عندي هنا four of pentacles ده زي ما انتو شايفين رابط على حاجة ماسك على حاجة شايفين كوين فوق راسه واحد بين ايديه واثنين ماسك عليهم تحت رجليه ده معناه ايه ده معناه اه انك يا اما ماسك على فلوس مش عايز تصرف فلوس او تبدي فلوس ولو حالة المادية دلوقتي مش مزبطة فانت عليك كل الحق ان انت تعمل كده اا او مسك على مشاعر مسك على اهتمام في حاجة انت مقرط عليها شوية اللي بيقول لي دفول ايوان كرت ده فعل اسمه دفول وبيوحي بالطيبة وبيوحي بالطلقائية والعفوية كرت جميل جدا على فكرة مش معناه دفول يعني اهبل لا خالص بمعنى طيبة ومعنى عفوية وهو فعلا من العقرب كده في عندي هنا حالة دفاع عن النفس يا عقرب في حالة دفاع عن النفس شديدة أو حالة منافسة شديدة جدا الشكل النهاية أو الريزولت من الموضوع ده حاجة حلوة يعني لو هي حالة منافسة فانت ان شاء الله هتكسب المنافسة دي لو هي حالة دفاع عن النفس فانت هتدفع عن نفسك مزبوط وهتثبت حقك واضح جدا ان في بعدها عملية حالة من الفخر هنا I did it ان شاء الله you're gonna do it والكاتف ده كمان بيوصفك يا عقرب انت شخص حساس وعندك عزة نفس وما بتحبش ابدا حد يزعلك او يدوسلك على طرف انت فعلا حساس جدا جدا وكمان زي ما قلنا ده بيوحي ان الحالة المجدية بتتطور ببطء يا عقرب خلي بالك من مصرفك هلخص القرية بسرعة هنا في عمل جديد للناس اللي ما بتشتغلش ان شاء الله في عمل جديد الناس اللي بتشتغل في تغيير في حالة العمل يعني بتغير department رايح من مكان لمكان تاني او بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة عندنا كمان هنا justice اما انه انت ظلمت حد او اطلاق حكم مش صحيح او تقييم حتى مش صحيح على حد او انت بتعمل ورق حكومي عندنا هنا كمان معافاة من مرض حاجة كان بتعباك ممكن تكون نفسيا او جسديا وان شاء الله بتفوقه بتصح او بتطلق حكم نهائي اللي محسسين هو حكم نهائي ان في قبلها عملية اصدار احكام فعلا فخلي بالك يا اقرب اتأكد بس ان انت مش بتظلم حد علشان انتو عارفين بترجع تاني يعني بتظلم بتتظلم اااااااااااااااااااا اوكي تعال 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 انا بصو باا النهاردة انا مش قادرة اخد ودي كتير اي حد حيداقي احمله بلوق اي حد ف arise who do you think that's on reconf pneus اللي مش لعمله ح境 لايف يخرج ب dese في هنا حالة نجاح والتمال دائرة لللي بيشتغل ودلوقتي يجعلين على حاجة او دخلين مشروع عندهم ان شاء الله نجاح وزي ما تقولوا حاسين بفخر واللي حواليهم مفتخرين بيهم وباللي بيعملوه. مرضود عمل طال ان شاء الله بيجي دلوقتي بتجني سمار حاجات انت اشتغلت عليها قبل كده شايفة صبر وانتظار لشيء معين هنعرف شكل الصبر ده ليه علاقة بالحلال عطفية هيبان دلوقتي حالا. في هنا ماسك على مشاعر ماسك على فلوس ماسك على اهتمام مقرط على حاجة لو هي فلوس انا معاك اعمل ده لو هو اهتمام بليس لا ادي اهتمام ابتر من كده. لا يا سلمة دمتي حبيبي تقدي ده واحد تاني. هنا في حالة دفاع عن النفس او حالة منافسة جديدة عندك يا اقرب يعني لا تفقد اتزانك. ان شاء الله هتطلع من الموضوع ده كسبان وهتثبت حقك. هتثبت حقك اللي بيقولي يقولي تزلم رانين. هتثبتي حقك في حالة دفاع عن النفس هنا انا شايفها لا انا ما عملتش ده مش صح. هتثبتي حقك. وهتطلعي ان شاء الله من الموضوع اما اه يعني متصفيين ومتراضيين او انت على اقل كسبانة. ده اه دخلة مغامرة وحاسة طاقته ايجابية جدا. مش شخص عافوي زي ما قلنا وبيتكلم عن اللجواب من غير ما يفكر. هنا في حالة اه حالة ما دي بتطور ببطء وعزة نفس كده. ويعني تطلع للمستقبل. انا شايفها في كمان تطلع للمستقبل كويس اوي. انا حاسة ان الحاجات دي هيبقى لها تأثير كويس عليك. النجاح والخير اللي انت بتحصده دلوقتي ده. هو هيخلي حالتك النفسية كده متطلع لبكرة. ان شاء الله بكرة في حاجات حلوة جدا يا عقرب الشهر ده شكله حلوة اوي عليك. بشكرك يا ياسمين اوي اوي اوي. انا مش فاهمة سؤالك يا حسناء. فليز عيدي تاني. انا مش صحيح انا بوجد العقرب ده الوضع الحالي عندي في حاجات كتير. طيب كويس اوي اوي. حلوة جدا. ستوري بي حبيبة قلبي ازاي تسلميلي يا روحي. بإذن الله يا احمد اخبار كويسة جدا ان عندكم نجاح وعندكم شغل وعندكم حاجات حلوة اوي. هنشوف الحالة العطفية تجدتي اخبارها ايه. بس قبل لما نقول لي الحالة العطفية انا في سؤال كانت فيه واحد اسألته لي فرسالة وبعتتها لي ولاء. عشان برضو اوضح. ان اللي بيطلب حاجة ان توصلي ولاء بتوصلها لي. بتسأل الكروت دي بتجاد منين. الكروت دي مش موجودة في مصر خالص. انا دورت عليها في كل حتة ملقتهاش. ده مجحل من اثنين. اما تطربيها عن طريق عن طريق اونلاين. اي حاجة من الويب سايت بتاعت بره. واللأسهب هتفعها ليها جماريك كتب جدا جدا. يعني هي مثلا مثل تكلفك مثلا 24 دولار. هتجي بيها يا اما دبل او تريفل. يعني انا جيد كنت عايز اجيب واحدة. هتوقف معاليا بالفين ونص. الفين ونص جديد. الشيز غالية جدا وياسع راها مش كده. واللي لي اللي عنده اي معلومة تانية ان الكروت دي شافها في مصر بيز يدلني. يعني ارجوكو. دي حاجة. تاني حاجة بتشوفي ازاي من الكروت دي. الكروت دي بي لازم تتذاكر يا جماعة. بتتذاكر كل كارت اللي معنا بيتحفظه. بيتلازم في الاول بتحفظه. انما بعد كده القارق كل لما بيتعامل مع الكروت اكتر الطاقات بتوضح لي. يعني انتو شوفوا فيديوهاتي مثلا اول لما بتتقرى خالص حاجة. ودلوقتي حاجة تانية خالص. كل ما القارق تمكن اكتر كل ما بيبتدي يقرم رسائل من الكروت حتى برا الكتاب. برا الحاجات اللي مصورة في الكتاب. اي حد ممكن يقرأ؟ اي حد ممكن يقرأ بس لازم يكون عنده روحة نياط شوية. لازم يكون عنده استقبال الطاقة دي. بيعرف يستقبل طاقة. بيقدر يحس في حاجات. يستشفى حاجات. بيجي بقى عايزة روحانية شوية. مش اي حد اي حد. بس سوعا اي حد انا مش بعمل حاجة فضيعة. فبس. الفكرة انه لازم يبقى عندكم اتمرانة المريم معينة للتأمل والحاجات دي كلها. احنا عايزين نختار النهاردة ولد يا جماعة في القراءات الخاصة. الولاد شدوا حلكوا في الشير. لان قرينا بنات كتير قوي فترة اللي فاتت. فلو راشد موجود معنا يا ريت نختار شد النهاردة. علشان بيجي لنا اتهمات ان احنا بنقرأ البنات بس. ففليز لو راشد معنا يا للا قولي له ويختار لنا ولد النهاردة. بس طبعا يكون عامل شير مصبوط. اه كنا بنقول ايه? اه. حدة التأمل دي جماعة بس بتغزي عندنا حاجات. بتخلي اه فيه شفافية شوية. ان احنا بنقدر نحس بحاجات. بتفتح العين الثالثة. الشاكرة بتاعت العين الثالثة. دي بتخليك تحول تبتدي تتنبأ شوية بحاجات. وتوصل لك صورة اوضح شوية. بس كده يا رب اكون اه. جاوبت على الاسئلة كلها لو في اي سؤال. انا معاكم دلوقتي. اقول لك انا دلو كله صح صح صح. وانا وحبيبي سبنا بعد انا دلو وهو الحمل. وبعد ما خالص معرفش السبب. عاوز اقرأي خاصة ممكن. حبيبة قلبي يا حسنة من عناية طبعا. ابعتيها حبيبتي للصفحة وان شاء الله. ان شاء الله في اقرب وقت. في اقرب وقت نعمل ارائي. حبيبتي انا مش فاكرة قراءة الدلو. اه انا عايز اقول لكم على حاجة برضو يا جماعة. الناس اللي بقرأ لهم ويجعوا يقولوا لي انا سمعت اللايف بتاعك وقلتي كذا ك ولي قلتي حصل. انا فعلا ما بفتكرش قلة الف القراءة. زي ما تقولوا. ببقى في حالة. يعني مجرد ما ببتدي القراءات بدخل في حالة كده. فمجرد لما بخرف من القراءة بنسى كل حاجة. يعني ببقى شايفها. ده غير طبعا انا عندي زهايمر. ده قصة تانية خاصة. بس فعلا بنسى قلة الف القراءة. انا مش فاكرة قرأة الدلو كان فيها ايه. لكن ما اعتقدش ان ده فراء. يعني على طول. يعني افتكر ان شاء الله في رجوع. باذن الله. طيب. نشوف بقى الحالة العطفية اخبارها ايه? اللي ما بنلهاش حاجة خالص في قراءتك يا اه عقرب. طيب. تمام. اوكي شكرا يا رشد. حلوة قوي. انت تسخيني قلب كده. يا ايه يا ربنا يخليك يا رب ده انت اللي قلب الجميل وطيب بدي. بشكرك يا اهاب. بشكرك يا روبي قوي قوي قوي. حبايدي ربنا يخليكوا ليه يا رب. ديمك تاميني جدا. ربنا يتمنك سيما انت تمنيني يا احمد ان شاء الله. ربنا يتمنك ويفرح قلبك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله بصوا. يعني مدائت الا لما فرجت. كل اللملة دي اتاكدوا ان فيه فرج جاي. قيام خلاص. ديسمبر بكوز. تحصل بعدها فعلا. انا عم بعد نهاية. طيب صرصورة. انا مش فكر القراءة يا روحي. والله ما فكرها. بس يعني بليز ما تزعليش ما تزعليش نفسك اتاكدي ان ده خير. اكيد خير. ربنا مش هيعمل في حد حاجة مش كويسة ما تخفيش. يعني اكيد فيه خير. يا فين راحت فين. خديجة. انتي الاحلى خديجة. الحالة المادية عمر احنا شفنا المرحلة الاولى المادية الحالة المادية تتطور ببطء. خلي بالك من صرفك. اسرف بالمهم فقط. بتتطور ببطء جدا. احنا بنبتدي دلوقتي حالا العقرب. حالة العطفية. احنا بنبتدي. حسناً بصوا لحد الاعتفاد الهقرب ما تصرش يعني بحقيقي ما تصرش حاجة حاجة غريبة جدا يعني طيب الهقرب نفسه نفسه يحس بردة يعني هو مش حاس مراضي او نفسه يحس ان هو مرتاح حتى هو مش مرتاح يعني اللي هو ياما شاكك في شريكه ياما حاسس ان هو ما بقاش يحبه فيه عنده قلق مش عارف يعض يعني فهمين قصدي مش عارف يعض وفي نفس الوقت مش قادر ياخد خطوه مش عايز ياخد اي خطوات يعني مش عايز يتكلم مش عايز يتدخل عايز يشوف الموضوع هو حيمشي لوحده ازاي في حالة عايز او عايز يوقف العلاقة عايز خلاص العلاقة توقف هنا يعني مش عارف مش عايز يكمل ايه الحكاية عنده مش عارف شايف شريكه ازاي شايف شريكه منغمس في ذاته يعني مركز جوه نفسه ومش حاسس باللي بيدور حواليه او مش مركز مع اللي بيدور حواليه الطاقة الطاقة على حوله ولا قوته الا بالله الطاقة فيها سيوف كتير جدا فيها خوف مخاوف شديدة جدا امان مش شايفين حتى يعني الخطوة الجاية نعمل فيها ايه ام لأ حاجه حاجه مرعبه لأ حقيقه ايه يعني انا خفت الشريك عايز ايه انا شايفة ان الشريك يعني مش في نفس الصفحة بتاعتك يا عقرب بصوا الشريك شايف ان العلاقة كويسة بس عايزة شوية شغل يعني ان هو ايه شوية تصبطات نفسه في ايه كمان نفسه في ايجابية يعني انا شايفة ان انت عمال تجذب ليك طاقات سلبية ومخاوف وفيلم رعب شغال هو عايز شوية زرقان بقى يعني شوية ام طاقة ايجابية في العلاقة وشوية اهتمام ركز في الموضوع الاساسي يعني عايزك تركز في الموضوع الاساسي زي ما تقوله انت يا عقرب مركز في حاجات برا المشكلة فاهمين قصدي وحطت فيها كل تركيزك وكل اهتمامك لأ هنصبط بقى الدنيا دي دلوقتي شريكك شايفك ازاي شايفك شخص يعتمد عليه شخص قوي شخص عنده حكمة بيعرف يفكر كويس وبيعرف ياخد قرارات كويسة وبناء قوي وصلب بمعنى ان علاقتك بيه كمان من ضمن الحاجات دي علاقة قوية وصلبة فايه اللي بيحصل بيحصل دلوقتي حالة موت لشيء ولادة شيء جديد في حاجة عندك بتموت يا عقرب في حاجة عندك بتموت يا رب بلحقك لو انا شايفة صح 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 كويس قوي يا رب انا اكون بلحقك قبل ما الحاجة دي تموت اما او يا رب يكون ده اللي حيموت دلوقتي الحالة المأساوية اللي انت فيها دي اللي عايزها تموت خاص يا رب بقى نموت بقى الحالة السلبية دي شريكة مش شايفة بالسوق ده او العلاقة هي مش بالسوق ده ويحل محلها ان شاء الله حاجة كويسة جدا فيه قرار الفترة اللي جاية هتبتدعو تبقعين في قرار نعمل ده ولا نعمل ده نفضل نكمل ولا ما نكملش شايفة بعدها الدنيا حضور العاجة اللي هتدور وهتبتدي تشوف تغيرات يعني تغير جامد بس انا عايز اقولك يا رب وانا مش هتحك عليك وهقول الموضوع بصراحة لو مغيرتش من نفسك وانقصت العلاقة دي الدنيا دخل في حتة وحش قوي معلش يعني انا هكون صريحة ومعلش خافوا بقى بس المهم تاخدوا حزارة في خسارة في خسارة يعني ايه حاجة زي ايه لا في حاجة في خسارة في حاجات وحشة ممكن تحصل انا القرية دين كورودي انا بالنسبالي مش كافية انا عايز اشد كارت ونشوف ايه اللي يتعمل او عشان انتو تطمنوا الشريك بيحبك ولا لا عشان انا عارفة هو ده اللي محيارك دلوقتي عقرب ومخلي حيلك بالمنظر ده انت نفسك تعرف شريكك بيحبك ولا لا شريكك بيحبك بس هو ممكن يكون عنده شيلة تقيلة بس عنده مشاكل كتير بس بيحبك جدا يتمنى لك الردة طردة يعني طيب خلاص الحمد لله نبتدي بقى ايه نركز في طلاق لو النبي بقى لاش طلاق ولا اي حاجة من الحاجات الطاقة فعلا محشة جدا اللي بيحصل مش ضريف بس لو ما وقفتوش المهزلة دي الموضوع هيقلب نكد هقلب نكد بجد اهو نكد اهو نهدى كده الكابلز بتوع العقرب العقرب وشريكو نهدى ايه اللي يحصل ايه اللي يتم مفروض تعملوا ايه تصبروا اول حاجة شوية صبر اهو انتظار اللي كان طلعلكو في القرية الجنرال وبعد كده شوية تفاقل بقى شوية تفاقل خراصلح راح اصلا اه حصل طلاق فعلا الحمد لله ممكن انا اقرب معا فعلا صح كلام صح جدا بس خلاص سبنا بعض كان في فسخ خطوب فعلا طيب طب بصوا يا جماعة الفسخ لسه ممكن يكون يحصل رجوع الزعلانين وثابت البيت او ثاب البيت لسه في رجوع اه حاولوا بس تغيروا الاكسار والدايرة يعني حاولوا تكساروا الدايرة بتاعت التشاؤم دي الموضوع انا شايف انه في امل يعني الشريكك بيحبك يا اقرب طب السؤال طب هل انت بتحبه ولا انت بطلت تحبه يعني طب انا عايز اعرف ايه المشكلة الشريكك بيحبك انت مالك بقى انا شايف انك انت كمان بتحبه يعني بس على فكرة مش قد ما هو بيحبك يعني الشريكك بيحبك اكتر فيعني اقرب استهدوا بالله استهدوا بالله اللي حصل عندهم فراء بليز راجعوا نفسوكو تاني وده اللي لسه في خط راجع يعني حاولوا تصلحوا الدنيا ان شاء الله هتمشي شريكك عنده مشاكل لو هو المضوع اللي تهتمام لو هو بيعملك وحش اي حاجة من الحاجات دي وعايز اتطلق بلاش والنبي الحاجات دي بلاش والنبي الافكار دي خدوا وقتكو شوية في التفكير في المواضيع دي الشريكك بيحبك وعايزك يا عقرب انت بس الحساس دي يعني زو ما انا قلتلكو في اول اللايب كله العقرب زيه زي الحوت والسرطان الثلاث ابراج دول ابراج ما ايه يعني حساسين جدا جدا يعني الهوى بيأثر فيهم بيرقوتوا طاقات بسرعة جدا عشان كده تلاقيوا متقلبين من المزاج بسرعة يعني بيدخل من طاقة الطاقة بسرعة في نفس الثانية فاخدوا الموضوع بالراحة اقعدوا مع نفسكو شوية فكروا رجعوا نفسكو قبل ما تاخدوا اي قرار في انفعال انا شايفان في انفعال جاني اشتركوا في القناة